بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النهاردة هنعمل مع بعض البشامل بطريقة سهلة وجديدة وتنفع معاك في أي وصفة وأحسن حاجة في الوصفة بتحتي إنها مش داسمة زي البشامل اللي احنا متعودين عليه تعالوا بقى نشوف المقدير بتاعتنا معانا هنا حوالي 6 معلق كبار من الدقيق ومعلاقة كبيرة كده من السمنة البلدي أو الزبدة أي مادة دهنية أنت حباها مسلسين جدنا ومعايا حوالي لتر ونص من اللبن انتهي بقى أي كمية أنت عايزة تعمليها براحتك المهم إن الكباية الكبيرة من اللبن عليها معلقة كبيرة من الدقيق هو دا المقدار بتاعك والسمنة بقى زي ما أنت حب أنا حطيت معلقة واحدة تمام تديلها طعم عايزة تنقصي ماشي عايزة تزودي براحتك أنا مش عايزة هداسمة عشان كده بعملها بالطريقة دي الطريقة دي على فكرة تعجبك جدا وخصوصها للناس اللي بيحبوش الحاجة دا سما يلا تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه طاصة بقى أو حل أو قسرول أو أي حاجة كده فضية على النار أولى على النار تحتها وأحط دي كده من غير أي مادة دهنية وأبدأ اللي أنا أقلب فيه عايزة بس كده إيه رحته تطلع يعني الطعم الني كده يروح منه بس ما يسفرش ولا يحمر بعد كده هشيله من العنار وأجيب الخلاط بتاقي أحط فيه كمية من اللبن طبعا اللبن ده كتير على الخلاط فأنا هعمله بس إيه هاخد شوية من اللبن وحط عليهم واضربهم حلو في الخلاط وبعد كده هزود كمية اللبن عادي لأن طبعا الخلاط عندي مش هياخد الكمية كلها على بعضها كمية البشاميل دي كمية حلوة محترمة عملية لسانيطين حلوين كده من الرز بالبشاميل ولو عايزان الوصفة هسيبها لكم إن شاء الله بإذن الله في الفيديوهات المقترحة أو في صندوق الوصف تمام خلاص بعد ما خلط الدقيق مع اللبن حطيت بقية كمية اللبن مش محتاجة اللي أنا أعرضهم تاني أضربهم في الخلاط هجيب حلة كده بس على النار وحط فيه كمية اللبن اللي أنا ضربة معاه الدقيق يعني أنا حطيت الدقيق اللي أنا عملته على النار شوية كده بالمعلقة قلبت شوية على النار ضربته بعد اللبن ورجحت حطيته في الحلة ولحت عليه النار وابتدي بقى بإيه بمضرب سلك كده وإن أنا أفضل أقلف فيه لغاية لما يغلي تمام هو خلاص بتده يغلي معايا بتده يدقل هبتدي أحط المسلسين الجبنة ومعلقة الزبدة بس ما فيش دسامة أكتر من كده ما شاء الله تقول معايا إزاي حطيت بقى الملح والفلفل أسود وعلى كده زبتي ملحه وحط شوية فلفل أسود هيبقى طعمه خرافة والقوام حلوة أوهينفع معاك بأي بشاميل أنت تقدري بقى تقليز زودة دي زي ما أنت حبه أو يعني زود المدة بتاعته على النار لو عايزة أتقل من كده بس هو كده حلو قوي وهوركو دلوقتي صنية الرز بالبشاميل اللي أنا عملته بيه أنا أدعى طبعا كفة معايا صنيتين هوركو صنية دلوقتي شايفين بقى الجمال؟ من غير بقى ما نحط سامنة على النار ونحط بقى الأد السامنة دقيق والكلام ده كل عملنا بأحلى صنية رز بالبشاميل طبعا أنا زي ما قلت لكم عملت صنيتين بالكمية البشاميل دي دي الصنية منهم بسم الله ما شاء الله هسيب لكم بإذن الله لينك الفيديو ما تنسوش بعد شتركوا في القناة والدوسوا لايك أسيبكم فرعات الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته